ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بمقطع فيديو أتار غضبا واسعا بعدما أظهر جريمة قتل قطة على يد كلبا بتحريض من صاحبتها التي وطقت الحادثة وظهرت شابة تحرض كلبتها على مواجهة قطة صغيرة ما أدى إلى مقتلها وأشارت معلومات إلى أن الحادث وقع بمدينة فاس وعرفت بعدما نشرت الفتاة الفيديو ببرودة أعصاب كما انتشر هاشتاغ السجن لقاتلة القطة على موقعي تويتر والفيسبوك خلال اليومين الماضيين وسط مطالبات بإنزال أقصى العقوبات بالفتاة ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل ذكرت مصادر أن مواطنين تقدموا بشكوى رسمية بحق الفتاة عند وكيل المالك ويدكر أن القانون المغربي ينص على عقوبات صارمة بهذا الخصوص إذ قد تواجه الفتاة إذا تم توقفها وتبوت ما نسب إليها عقوبة سجنية تصل إلى ستة أشهر